أكد وزير الخارجية سمح شكري سعي مصر للتحدث بصوت أفريقيا وتطلعاتها لمواجهة تأثيرات التغير المناخية وذلك خلال استضافة مصر لدورة 27 لمؤتمر المناخ الأممي في نوفمبر المقبل جاء هذا خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريق المعنية بتغير المناخ والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أدس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقية كما أشار شكري إلى خطورة استمرار ضعف تمويل المناخ الذي تستفيد منه الدول الأفريقية مع محدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ